حاجة كويسة ان انت تعمل حاجة اللي تتشرح يعني عشان يكون موضوع صغير بالنسبة لك في الفيه فهو فكرته مبنيه بنسبة مئة في المية على اللي تشرحت تمام فالراندم فوريس دي بقى طبع الانسامبل ليرنينج دي مجموعة الانسامبل ليرنينج يعني برضو بتعمل هنتكلم فيها حوالي محاضرتين كده ولا حاجة ولا تلاتة اا وان شاء الله في خلال تلاتة اربع محاضرات نكون خلصنا الماشيل ليرنينج كله يعني بقى نبدأ في الديب ليرنينج على طول فهو الانسامبل تيكنيكس او الانسامبل ليرنينج بيكون عندي اا منها قسمين في حاجة اسمها الباجينج تدخلها باشمانديسة التليفون او حاجة ايوة بالتليفون وعم بيشتغل من لابتوب كمان ايو كده كواش خلاها من اتنين ماشي فهو الانسامبل تيكنيكس عندنا منه الطيب الاولاني اللي هو الباجينج او بيقولوا عليه البودستراب اجريجيشن تمام اللي هو ده ويدوت فيه منه نوع واحد بس اللي احنا نتعرف عليه النهاردة اللي هو الطيب التاني من الانسامبل تيكنيكس اللي هو البوستينج وده في منه سري الجريزمس الالجوريزم الاول اللي هو الادا بوست وبعد كده الجريديان بوستينج وبعد كده الاكس جي بوست فايه الفرق ما بين الاتنين الباجينج والبودستراب اولا الباجينج زي كده تعالوا نفهم يعني اصلا الاول باجينج يعني ايه بودستراب ويعني ايه اجريجيشن باجينج يعني مسلا انت خيرنا بيكون عندي الداتا واحنا متفقين قبل كده ان الداتا بتاعتنا بنقسمها الترينج بتكون عبارة عن اه مثلا اللي هي الاكس ترين والويت ترين والتستنج اللي هي الاكس تست وي تست واحنا دايما عارفين ان الترينج دايما ان بتاعها بيكون اكبر من بتاع التست يعني كل ما بيدرب الموديل بتاعها على داتا اكتر كل ما هيديني نتيجة كويسة كويسة في مرحلة التستنج يعني طيب هنا اللي بيحصل ايه ان انا بيكون عندي الداتا بتاعتي تمام بقسمها مسلا وليكن نسبة ستين في المية تويترينج هوي ستتينج بيعمل ايه بيعمل على الداتا دي يعني ايه يعني بقسم الداتا دي كده يعني باخد منها جزء اخزنه هنا تمام وجزء الثاني جزء من الداتا اخزنه هنا وجزء من الداتا اخزنه هنا يعني بقسمها لكزا مجموعة يعني. والعملية دي اسمها 갈 يعني هنا في الداتا اللي قدامنا دي احنا عندنا الكلاس اللي هو الاخدر والكلاس اللي هو البني. فهنا يعني ايه يعني وارد ان التقرار يحصل. يعني ممكن تلاقي من هنا. جات هنا. وفي نفس الوقت هي نفسها جات لي هنا. فالتقرار وارد ان هو يحصل. بس مستحيل تلاقي ان الباجنج بتوع كلهم اه الداتا اللي فيها متشابهة. يعني ما مش مستحيل تلاقي ان الباجنج اللي في هنا اللي هو في زي الطابقة الاولي ده. مستحيل تلاقي شكل ده او شكل ده. هو التقرار وارد ولكن هو تكرار الاتا يعني وارد ولكن مستحيل تلاقي Liverpool شكل بعض. فالعملية دي كده عملية تقسيم الاتا بالشكل ده انا عندي بتاعت التري catast ابي بأسسمها لكزا مجموعة. عملية التقسيم دي بقى اسمها اه باجنج اه باجنج بوتستراب تمام دي اسمها باجنج بوتستراب بعمل بوتستراب على الداتا بتاعتي اللي في كزا كده يعني بقسم الداتة. باخد جزء من هنا في ده. وجزء في ده. وجزء في ده. تمام? بعد كده اللي بيحصل دي طبعا الداتة بتاعت الترينج اللي هي ستين في المية الداتة بتاعت كلها اللي هي الام اللي رفز لها بالرمز ام مثلا يعني. وهنا كل اسمه يعني ده كده وده وده وطبيعي ان البي لازم تكون اصغر من الام صح? لان البي اللي انا باخدها من الداتة كلها. الداتة كلها بتاعت هي ام. والباجنج نفسه المجموعة اللي اخدتها هنا بي. والمجموعة دي بي. والمجموعة دي بي. فكده البي لازم تكون اصغر من الام بتاعتي تمام? طب احنا كده اسلنا الداتة. اللي بيحصل بعد كده باخد بقى جزء ده ودخله على الموديل بتاعي. ايا كان الموديل ده ايه ايا كان يعني خلنا نقول مسلا ان هو تمام? فانا دخلت الداتة دي اللي هي الجزء الاول من الداتة هنا عمل عليه. بعد كده الجزء ده ودخلته هنا عمل ترينج. الجزء ده دخلته هنا عمل ترينج فكده خلاص انا نفس الاربعين في المية ادخلها هنا اعمل عليهم وهي نفسها ادخل هنا اعمل عليهم إلا يحصل كل حاجة فيهم هتديني نتيجة كل حاجة فيهم هتديني نتيجة ولكن لو انا بتوقع قيمة معينة يعني لو انا بتوقع قيمة معينة مسلا فخلينا نقول ديها مثلا يكون ون ودي اه او سيبك من خلينا نتكلم ان احنا بنتوقع اسعار البيوت مسلا فدي مسلا هتكون ميت الف دي مسلا متين الف دي مسلا تلتميت الف ده الاوتبوت بتاعهم يعني احنا عملنا عليهم بتري disturbed different ده يتضرب على盤 ده وهيضرب على盤 ده وده يتضرب على盤 ده وخلاص وكده عمل تري شي ان كان موديل ده ايه ديشان تري او غيره تمام بعد كده اعمل ايه بعد كده اعمل testing اجمة مابل للяютا بتاعتي فيدخل لأوتبوت مسلا بتاع دي هيديني مية دي هيديني متين دي هيديني طيب انا كده هاعتمد اني ناتج يعني ايه ناتج بتاعت كفاينل اوتبوت يكون ايه? عن طريقه مسلا ممكن اخد المين انه اجمع القيم دي الاوتبوت ده اللي هو واحد زاد واي اتنين زاد واي تلاتة واصلهم على عددهم هيديني القيمة القيمة دي هتبقى بتاعي تمام? ده طبعا بالنسبة لي اه يعني ايه باجنج ويعني ايه بوتوستراب باجنج عملية تقسيم الداتا. عملية تجميع الداتا في الاخر كده اللي هو اخدنا المين دي دي كده اسمها عملية التجميع اللي تحصل في الاخر اسمها ممكن تاخد المين ممكن تاخد المود تمام? طيب في بعض المودلز التانية بتطر ان انت تعمل يعني تخيل ان انت شغال احنا هنا عشان معناها ارقام كبيرة في اخدنا اللي هو كان عبارة عن فتخيل مثلا ان انت بعد ما عملت على المودل الاول ده ادك ان بتاعك يكون عن ايا كان بقى يعني مثلا الراجل ده مريد او مش مريد لو مريد يبقى مش مريد يبقى زيرو فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فانا هاخد بالاغلبية هاخد بالاغلبية ان هنا عندي وان وهنا عندي مرتين بتاع دي قالت لي وان ودي قالت لي زيرو خلاص انا هاعتمد ان الراجل ده مريد ويبقى الاوت بتاعه دي هي فكرة واضح الموضوع لحد دلوقتي يلا في صعوبة? لا لا تمام تمام. شماندسة سهياد رد عليها عشان اتاكد ان انت معانا مش ركتر يلا. معاك انا بس اقفل الصوت مشان ما يكون دامج بين صوت اللابتوب والموبايل. لا افتح واحد كفاء يعني. طيب انت. اصر صدى. اه طيب كده تمام بالنسبة لك في كل مفهوم. يصير عندي صدى اذا اتناك. خلاص خليك من اللاب وخلاص اقفل التليفون. طيب ماشي. مش هنكنك من اللا من التليفون على السريع. طيب اوكي. طيب احنا خلاص اعتريد ان انتم فاهمين لحد دلوقتي. فهنا في فرق كمان. في فرق كمان ما بين التو تايبس دول. احنا هنقولنا عندنا الباجنج او زي وعندنا البوستنج اللي هم السري الالجوريزمز دول. هنا الالجوريزم ده اللي هو الباجنج لما بيجي يشتغل مثلا زي احنا عند فين ان هم مجموعة من الاشجار كلهم بيشتغلوا مع بعض بشكل كلهم بيشتغلوا بشكل يعني لو عندك اهي. تمام? وعندك تاني فالالجوريزم لما بيجي يشتغل بيشتغل على كلهم بشكل كلهم بيشتغلوا بالتوازي مع بعض. على عكس هنا في البوستنج مثلا في في بيبقى عندك حاجة اسمها هي هي نفسها التري العادية بس بتبقى حاجة زي كده. يعني بتبقى عبارة عن وخارج منها بس ما بتبقاش عميقة. هي كده بس ما ينفعش ازود على تاني. دي كده على عكس اللي احنا خدناها المرة الفاتقة بتبقى عميقة شوية. يعني بيبقى فيه واتريبيوت تحت وكده. انما اللي بالشكل ده اللي هي عبارة عن واحدة بس وخارج منها دي كده اسمها زي الادابوست. فهنا في الادابوست بيبقى عندي اكتر من هو they يبقى عندي اكتر من سطمب تري. تمام? كل سطمب تري بتسلم اللي بعديها. يعني مش كلهم بيشتغلوا مع بعض. هما بيشتغلوا بشكل يعني ايه? يعني Loyola تخلص تسلم تسلم individuals. ولما كل هم يخلصوا بعمل لكل الر업بط اللي اللي طلعلي من كل الستامب تريز وبالطريقة دي قبل انا عملت بتاعي. يبا هنا بتشتغل بشكل كل بتشتغل مع بعض في نفس الوقت. انما في بتاعت البوستنج بيشتغلوا بشكل يعني موديل بيخلص او الستامب تري بتخلص بتسلم اللي بعدها واللي بعدها بتستلم يعني الستامب اللي بعد دي هتستلم الانبوت بتاعها من هنا. دي خلاص استامب تري هتديني او الانبوت معين.